وحول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في استيديو مركز الأستاذ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البداية نرحب بك سيد حميد أهلا وسهلا طبعا كيف يمكن بداية تحقيق أقصى درجات الشفافية للمستهلك في كل ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضحة؟ نعم مساء الخير أولين مثل ما تعرفون أن وزارة الصناعة والتجارة تحرص دائما على تحقيق أعلى درجات الشفافية مع السادة التجار والسادة المستهلكين وهناك تواصل مستمر مع السادة المستهلكين وكذلك تعاون مستمر مع القضاء التجاري متمثل بغرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال هذا التواصل تحرص الوزارة كذلك على رفع الدرجة التوعوية من خلال الصحف اليومية ومن خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار اليومية في الصحف والمجلات وكذلك الإداعة والتلفزيون نعم أستاذ حميد كما ذكرنا بأن هناك حملات توعوية هناك استعدادات الوزارة تستعد اليوم لتطبيق أو حملاتها التوعوية وأيضا المتمثلة في حماية المستهلك لتوعية المواطنين وأيضا المقيمين وأيضا ضمان مرور هذه القيمة بطريقة سلسة وشفافية عالية ما هي استعداداتكم اليوم؟ أحسد تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدح حفظه الله ورعاه والأمر السامي الصادر بتشديد التوافق والرقابة على السلع والخدمات باشر سعادة وزير الصناعة والتجارة بعقد اجتماعات مع المعنيين والمسؤولين بإدارة حماية المستهلك وكذلك بإدارة التفتيش الشامل بوزارة الصناعة والتجارة وبناء عليه عقدت عدة حملات تفتيشية من ظهور وصدور هذا الأمر السامي وهناك حالات مستمرة من قبل التفتيش المستمر في الأسواق في جميع مناطق البحرين بالتعاون مع الجهاز الضريبي الخليجي وللتأكد كذلك من تطبيق القوانين مثل قانون حماية المستهلك وقانون حماية الغش التجاري فالحملات مستمرة والتأكيد على رصد الأسواق مستمر وننوح كذلك احنا بالسادة المستهلكين بالتبليغ عن أي حالات هل هناك رقم محدد هل هناك طريق خط ساخن يمكن من خلاله أن يتقدم المواطن أو المقيم بالشكوى في حال وجود هناك أي مخالفة نعم هناك خط الهاتفي للتواصل الوطني وهو ثمانية آلاف ثمانية آلاف واحد وعلى الأخوة والسادة المستهلكين في حالة ورود أي عملية غير صحيحة التبليغ عنها لهذا المركز نعم الأستاذ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعدة للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح